نكمل مع بعض مفهوم النهاية اليمنى واليسرى ونطبقه على دالة أو نوع من الدوال اللي خدناها قبل كده وهو الدالة المقسمة إلى أجزاء أو أن المجال بتاعها أبارة عن أجزاء فبنقول لما حب أجيب النهاية تاعتها غالباً بتبقى نهاية اليمنى واليسرى عند النقاط التي تم عندها تقسيم مثال إدرس نهاية الدوال الآتية ثم أوجدها إن وجدت لأن ممكن النهاية ما تكونش موجودة دلز اللي قدامنا دي F of X اللي هي ثلاثة مناطق تعريف المنطقة الأولى اللي هي من سالب مالة نهاية إلى سالب ثلاثة المنطقة الثانية عند الـ X بتسوي سالب ثلاثة المنطقة الثالثة من سالب ثلاثة إلى مالة نهاية النقطة اللي عندها تقسيم هي السالب ثلاثة النقطة اللي بيحصل عندها تقسيم هي السالب ثلاثة لكن هلاحظ ان هنا اقل من وهنا اكبر من يبقى دي نهاية يسرى ودي نهاية يمنى يبقى لما حب اجيب النهاية اليسرى للدالة عند السلب 3 ادرس التعريف الاول لما حب اجيب النهاية اليمنى للدالة عند السلب 3 ادرس التعريف التاني ونشوف مع بعض يبقى لما حب اجيب النهاية اليسرى لمت الدالة لما الاكس تقول للسلب 3 من نحية اليسار اشيل الاف وفي اكس وحط تعريفها ومجرد ما حطت تعريفها يبقى اشيلت الزائد او السلب اللي فوق بتاعت السلب 3 دي اصبحت نهاية عادية خالص اجيبها ازاي ان انا عوض عن كل اكس بسلب 3 هيبقى سلب 3 بالكل تربيع زائد السلب 3 ناقص 6 على سلب 3 زائد 3 البسط هتلاقي 9 ناقص 3 ناقص 6 على صفر اللي هو صفر على صفر وقلنا صفر على صفر اللي هي كمية غير معينة اعمل ايه؟ ارجع اكتب من الاول خلص limit لما الاكس تقول للسلب 3 احلل هيبقى اكس زائد 3 في اكس ناقص 2 على اكس زائد 3 الاقي الاكس زائد 3 تروح معا الاكس زائد 3 يتفضل لي limit اكس ناقص 2 لما الاكس تقول للسلب 3 اعوض الاقي الكلام ده بيساوي سلب 3 ناقص 2 بيساوي سلب 5 اذا النهاية اليسرى للدلة عند السلب 3 موجودة وبتسوي كم؟ بتسوي سلب 5 ادرس بقى النهاية اليمنى عند نفس النقطة اللي هي عند مين؟ النهاية اليمنى عند السلب 3 للدلة يبقى اشيل الدلة وحط تعرفها اكس زائد 2 وتبقى نهاية عادية خالص هعوض عن اكس بسلب 3 زائد 2 هيبقى ناتج بيسوي سلب 1 اذا النهاية اليمنى اليسرى موجودة والنهاية اليمنى موجودة لكن هما الاتنين غير متسويين يبقى اقول كده لا يوجد نهاية للدالة عند اكس بتسوي سلب ثلاثة ليه؟ لان النهاية اليمين لا تسوي النهاية اليسار مثال تاني لو عند الدالة افو في اكس بتسوي اكس تكعيب ناقص واحد على اكس ناقص واحد لما الاكس تكون اقل من واحد يعني اقل من واحد يعني الفترة من سلب من النهاية لموجب واحد طيب هنا الاكس بتسوي واحد طيب هنا اكس من واحد الى مالة نهاية يبقى النقطة اللي يحصل عندها تقسيم هي مين؟ هي الواحد ده النهاية اليسارة لانها اقل من ومن هنا ده النهاية اليوم لانها اكبر من يبقى لما حب اشوف الدالة دي لا نهاية ولا ملاش عند الواحد لازم اجيب النهاية من الشمال عند الواحد هشيل الف و اف اكس وحط تعريفها الاول لو جيت عوض تعود مباشر هديني واحد تكعيب ناقص واحد على واحد ناقص واحد اللي هو يساوي واحد اللي هو صفر بنسميها كمية غير معينة تب أعمل ايه بقى؟ ارجع تاني واجتب لما الاكس تقول لالواحد تحلل البسط هيبقى اكس ناقص واحد اكس تربية زائد الاول في التانية يبقى اكس زائد واحد مقسومة على اكس ناقص واحد الx نقص 1 تروح مع الx نقص 1 فهيتفضل لك limit x تربية زائد x زائد 1 لما الx تقولك كام للواحد هعوض هيبقى 1 زائد 1 زائد 1 اللي هي بتساوي 3 إذن النهاية من اليسار للدلة عند الواحد موجودة وبتساوي كام بتساوي 3 نجيب النهاية من اليمين بقى عند الواحد أشيل الف وف اكس وحط قيمتها من التعريف كانت 2x زائد 1 يبقى 2 في 1 زائد 1 اللي هي 2 زائد 1 بتساوي 3 هنا النهاية من اليسار موجودة عند الواحد ومن اليمين موجودة عند الواحد واللي 2 ما لهم متساويين يبقى في الحالة أقدر أكتب كده إن limit الدلة f of x لما الx تقول للواحد موجودة وبتساوي كام بتساوي 3 لكن المثال الصابق النهاية كانت غير موجودة لأن النهاية اليمن والنهاية اليصار غير متساوياتين بالرغم من وجودهم